بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم الموصلين نكمل على بركة الله سلسلة التمارين القاسم المشترك الأكبر طبعا قلت لكم سوف أختار لكم بعض التمارين ونقوم بمناقشتها ودائما أذكركم إذا كان لديكم تمارين تريدون مناقشتها ولم أناقشها فيمكنكم مرسلتي عن طريق صفحتي على الفيسبوك واقتراح التمارين التي تريدونها نبدأ على بركة الله دون إطالة اخترت لكم نكمل طبعا التمارين قمنا في الفيديو الماضي بحل بعض التمارين اليوم نكمل إن شاء الله اخترت لكم التمارين رقم 22 قال لك عين العدد الطبيعي A المحصور بين 40 و 55 لا يساوي 40 لا يساوي 55 يكون محصور بينهما والذي يحقق هنا شرطين A يكون محصور بين 40 و 55 ويحقق هذه المساواة PGCD لهذا العدد الذي نجده و 15 يساوي 5 طبعا الحل بسيط إذا ركزت جيدا وإذا فكرت جيدا تجد أن الحل بسيط ما هي المعطيات التي لدي؟ أولا لدي A يجب أن يكون محصور هو عدد طبيعي بين 40 و 55 هذه الأولى الحالة الثانية يجب أن يكون القاسم المشترك الأكبر لهذا العدد الذي أجده و 15 يساوي 5 الآن نحن درسنا في الدروس الماضية طبعا لن أعيد شرح الدروس دائما أقول لكم إذا لم تفهم الدرس يمكنك العودة للشرح قبل أن أحل التمارين فقد قمت بشرح الدروس شرحا مفصلا لن أعيد الشرح سوف أحل المباشرة الآن قلنا سابقا ماذا يعني أن البي جي سي دي يساوي 5 ما معنى؟ معنى أنني لو قسمت الكسر A على 15 هذا الكسر العدد الذي يكون هنا لو قسمتهما على القاسم المشترك الأكبر الذي هو 5 هو أخبرني أنه 5 ليس من عندي قال لي أن هذا العدد و 15 قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 5 على ماذا أتحصل؟ أتحصل على كسر غير قابل للاختزال هنا 15 تقسيم 5 يساوي 3 A تقسيم 5 لا نعلم لأن A مجهول سوف نجده الآن بما أن القاسم المشترك الأكبر لـ A و 15 يساوي 5 هذا ماذا يعني؟ شرحناها سابقا معناها 5 يقسم 15 وهو يقسم العدد هذا المجهول الآن ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 5؟ قلناها سابقا الأعداد التي تقبل القسمة على 5 يكون رقم أحدها 0 أو 5 إذن وجدنا الحل ما هي الأعداد التي تكون بين 40 و 55 ورقم أحدها 0 أو 5؟ يجب أن يكون رقم أحدها 0 أو 5 حتى تقبل القسمة على 5 ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 5 ورقم أحدها 0 أو 5؟ لدينا عددين فقط لدينا 45 هو بين 40 و 55 ورقم أحدها 5 يقبل القسمة على 5 ولدينا العدد 50 هو بين 40 و 55 ورقم أحدها 0 الآن نفرض أن A يساوي 45 تصبح 45 تقسيم 5 على 15 تقسيم 5 ماذا يساوي؟ 45 تقسيم 5 يساوي 9 15 على 5 يساوي 3 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا تحصلنا على الكسر قابل للإختزال لماذا قابل الإختزال؟ 9 يقبل القسمة على 3 و 3 يقبل القسمة على 3 ونحن ماذا قلنا في الدرس؟ قلنا أننا إذا قسمنا على القسمة المشترك الأكبر نتحصل على الكسر غير قابل للإختزال بما أن الكسر قابل للإختزال فإن 45 ليس هو العدد المناسب ماذا بقي لي؟ أنا قلت يوجد عددين إما 45 إما 50 بقي لي العدد 50 الآن عندما أقسم 50 على 5 و 15 على 5 أجد الناتجة تساوي 10 على 3 وهو كسر غير قابل للإختزال وبما أن الكسر غير قابل للإختزال أعرف أن العدد هذا هذا العدد الذي اخترته هو العدد المناسب بكل بساطة طبقت المعلومات التي شرحتها خلال الدرس فقط لم أطبق أي معلومات أخرى أو آتي بمعلومات لم ندرسها كل هذه المعلومات درسناها فيما سابق الآن بعد أن انتهينا من التمرين 22 اخترت لكم التمرين 26 صفحة 15 ننظر ماذا يقول هذا التمرين التمرين 26 صفحة 15 ماذا يقول؟ يقول عفوا يقول بيّن أن العددين الطبيعيين 23 و29 أوليان فيما بينهما ما هما العددين الأوليان فيما بينهما؟ قلت لكم هذه المعلومات لم أشرحها في الدرس لماذا؟ قلت لكم المعلومات البسيطة سوف نكتشفها من خلال حل التمرين بكل بساطة العددين الأوليان فيما بينهما هما العددين الذي يكون القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي واحد وبما أن القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي واحد فإذا شكلتها كسر بهذا العددين كيف يكون؟ يكون كسر غير قابل للاختزال دائما العددين الأوليان فيما بينهما هما عددان قاسمهما المشترك الأكبر يساوي واحد وبما أنهما لا يقبلان القسمة إلا على الواحد فهما كسران غير قابلان للاختزال لأنك عندما تقسم 23 و29 على واحد سوف يبقى الكسر نفسه الآن هذه أوليان فيما بينهما ثم قال لي برهن أن مائة وسبعة على مائة وواحد وستون يساوي 23 على 29 ثم قال لي عين العدد طبيعي حيث مائة وسبعة على مائة وواحد وستون يساوي مائة وواحد وستون زائد أ طبعا قلت لكم في الفيديو السابق لا داعي أن أذكر قلت لكم قبل أن تشاهدوا الحل كي تفهم الحل يجب أن تحاول أولا في التعمارين يجب أن تجتهد ثم تنظر إلى الحل نبدأ الحل الآن قال لي بيّن أن العددين 29 و23 أوليا فيما بينه نحسب القاسم المشترك الأكبر لهم بكل بساطة بما أنني وجدت القاسم المشترك الأكبر يساوي واحد فهما أوليان فيما بينهما وطبعا لا تسألني كيف وجدت هذا القاسم المشترك الأكبر قلنا جميع الدروس مشروحة فقط إذا لم تفهم كيف تحسب قاسم المشترك الأكبر يمكنك الرجوع إلى الدرس وفهم هذه الطريقة الآن أتبت أن العددين أوليا فيما بينهما لأن القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي واحد الآن قال لي أتبت أن 261 على 207 يساوي عفوا قال لي أتبت أن 207 قسمة 261 يساوي 23 على 29 كيف أتبت هذا؟ أقوم باختزال الكسر كيف أقوم باختزال الكسر باستعمال القاسم المشترك الأكبر نأتي إلى هنا درسنا طريقة القسمة انظروا حسبت القاسم المشترك الأكبر بطريقة القسمة وجدت القاسم المشترك الأكبر يساوي 9 الآن نذهب إلى هنا نقسم 207 قسمة 9 القاسم المشترك الأكبر نجد النتيجة يساوي 23 ونقسم 261 على القاسم المشترك الأكبر 9 نجد 29 وهكذا أتبت أن 207 قسمة 261 يساوي 23 على 29 بهذه الطريقة لماذا؟ لأن الكسر والكسر المختزل يكون لهما نفس النتيجة مثلا أقول لك 5 على 10 إذا اختزلنا هذا الكسر نجده يساوي 1 على 2 الكسر والكسر المختزل يعطينا نفس النتيجة لو قسمت 5 على 10 ماذا تجد؟ 0.5 لو قسمت 1 على 2 تجد 0.5 الآن ماذا قال لي؟ قال لي أحسب A إذا علمت أن 207 على 261 يساوي 161 على 161 زائد A أو A زائد 161 لا يهم الآن توجد قاعدة درسنا في سنة الثلاثة متوسط أو الثانية متوسط ما هي؟ إذا كان لديك كسر A على B هكذا يساوي C على D إذا كان لديك كسران متساويا فدائما جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين معلومة بسيطة جدا هكذا نقوم بحل هذا السؤال دائما إذا كان لديك كسر يساوي كسر فإن جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين ماذا يعني هذا؟ يعني أن A في D يساوي C في B يعني بسط الكسر الأول في مقام الكسر الثاني يساوي مقام الكسر الأول في بسط الكسر الثاني بهذه الطريقة سوف نقوم بحل هذا السؤال لكن هنا توجد ملاحظة ما هي الملاحظة؟ بما أن 207 على 261 قلنا في السؤال السابق أنها تساوي 23 على 29 إذن لماذا أستعمل هذا الكسر وفيه الأعداد تكون كبيرة بينما أترك هذا الكسر والأعداد تكون صغيرة بما أن هذا الكسر وهذا الكسر متساويا أستطيع أن أستبدل هذا الكسر بهذا الكسر ماذا أقول؟ أقول 23 على 29 استبدلت هذا الكسر بهذا الكسر لأنهما متساويا وهذا أتركه كما هو يساوي 161 على 161 زائد A الآن ماذا قلنا؟ قلنا عندما يكون لديك سران متساويا بسط الكسر الأول في مقام الكسر الثاني يساوي مقام الكسر الأول في بسط الكسر الثاني ماذا أقول؟ 23 في 161 زائد A يساوي 29 في 161 ثم بكل بساطة نقوم بحل المعادلة 23 في 161 يساوي 3703 طبعا يمكنك استعمال الألة الحاسبة زائد 23 في A يساوي 23 A ماذا يساوي؟ يساوي 29 في 161 ماذا يساوي؟ يساوي 4669 إذن A ماذا يساوي؟ يساوي 4669 ناقص 3703 قسمة 23 نحسب باستعمال الألة الحاسبة نجد العدد A يساوي 42 بكل بساطة هنا جداء الوسطين سيوجد طرفين نحل المعادلة طبعا إذا كنتم كتلاميذ لا تجدون حل المعادلات فكما قلت لكم سابقا أي أسئلة أو أي شيء تريدونه رسلوني عن طريق صفحتي على الفيسبوك واطلبوا ما تريدون إذا كنتم لا تجدون حل المعادلات يمكنكم طالب هذا مني وسوف أقوم بشرح كيفية حل المعادلة الآن التمرين الذي اخترته بعد هذا التمرين هو التمرين رقم 28 أعطاك الكثير من الكسور وطلب منك الإختزال طبعا أنا قمت بحل المثال واحد لماذا؟ لأننا سوف نقوم بنفس العمل في جميع مع جميع الكسور هنا قال لي اختزل هذا الكسر طبعا قبل أن أختزل أي كسر يجب أن أحسب القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام حسبت القاسم المشترك الأكبر بطريقة القسمة وجدته يعني وجدت النتيجة القاسم المشترك الأكبر يساوي 101 وقمت بالاختزال بتقسيم الكسر على القاسم المشترك الأكبر فوجدت كسر غير قابل وقلنا سابقا عندما نقسم على القاسم المشترك الأكبر أكيد أن النتيجة كسر غير قابل للاختزال أنا قمت بحل المثال واحد لماذا؟ كل أمثل نفس شيء تأخذ كل الكسور تحسب القاسم المشترك الأكبر ثم تقسم على القاسم المشترك الأكبر وطبعا سألتموني على التمرين رقم 40 صفحة رقم 15 هو نفس التمرين نفس التمرين 28 صفحة 15 هو نفس التمرين ماذا قال لي؟ قال لي أحسب القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين نحسب باستعمال طريقة القسمة قلت لكم ابتعدوا عن طريقة الطرح هي طريقة طويلة جدا ومملة تعلم طريقة القسمة إذا كنت لا تجد طريقة القسمة فيوجد في قناتي فيديو شرحت فيه بالتفصيل وبسهولة كيف تتعلم طريقة القسمة تحسب القاسم المشترك الأكبر باستعمال طريقة القسمة تجد القاسم المشترك الأكبر يساوي 713 دائما نقسم على القاسم المشترك الأكبر وجدنا 32 على 27 وهو قصر غير قابل للاختزال كيف عرفت أنه قصر غير قابل للاختزال لو حسبت PGCD العددين 32 و 27 أجده يساوي 1 ماذا يعني أجده يساوي 1؟ معنى أوليا فيما بينهما ماذا يعني أوليا فيما بينهما معنى أن هذان العددان إذا شكلت بهما كصر فهذا الكصر سوف يكون كصر غير قابل للاختزال لا أطيل أكثر من هذا سوف أترك بقية التمارين لفيديوهات أخرى بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر